الفيديو ده ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه عن الموضوع لحد هاكر محترف او شغال في السايبر سيكوريتي بشكل احترافي. فا يلا بينا. سلام عليكم يا شباب. الاخبار فيديو جديدة. انا عحمد سيمي. النهاردة انا جاي اتكلم عن الموضوع. انا عارف انه هيشد ناس كتير جدا منكم. وهو ايه? وهو ازاي اقدر اتعلم الهاكر الاخلاقي. هكلمك يعني ايه? وازاي اقدر اتعلم السايبر سيكوريتي او الامن السيبروني. طي. في الاول بس عشان فكرة خلانا نشيل الموضوع ده من دماغنا. لو انت داخل هنا عشان عايز تحكر الفيسبوك بتاع الاكس وهي ثابتك وراحت صاحبة الود اه امكشى ابني مش عارف مين فاطلع برا الفيديو يلا. يلا بنهينا بسرعة. عشان مش نتقص واجع دماغي. خلاص? تبنا الموضوع ده من دماغنا. ففضل الناس العقلة. يلا بنا بقى نتعلم. في الاول قبل اي حاجة مجال الهاكينج او الاختراك. مش مش زي ما هما بيقول لهو عن عن بقول لك ايه ناصة صفحة ومختار كياس ده. والكلام بتاعلم العلم الصيعة ده لا ما فيش الكلام ده. الموضوع علم بحث ومشوار مش سهل. بس مش برضو ايه صعبة. مش الحاجة اللي هتخنقك. طيب. ايه فكرة الهاكر الاخلاقي? فكرة هو الموضوع كله سواء السايبر سيكوريتي او الهاكينج كل واحدة. هو نفس المصدر. طيب. السايبر سيكوريتي هو فعليا شخص مهمته ان هو يحمي الانظمة. يعني انت اساسا بيسموار امن السبراني. انت مهمتك انك تحمي النظام ده. هلاقي فيه شخص جاي لك يقول لك ايه? والله انا مثلا عايز احمي السيرفر بتاعي ده. انت مهمتك انك تحمله السيرفر بكل الطرق الممكنة. تمام? تحط له حاجات امان تحط له حاجات تسبيطات كده. طيب. يعني هتقولي العكس? هقولك يعني تقدر تقول العكس. هو فعليا انت بتعمل الاتنين والشغلتين. تفهم قصدي? يعني النفس اللي هتعمله هنا نفس اللي هتعمله هنا. طيب بالنسبة للهاكينج فانت عندك لما بيسموهم القبعة البيضاء او الوايت هات ودور الهاكرز الناس المحترمة. تمام? دور الناس ايه اللي بتشغل في شركات? وده الشغل المزبوط. اللي هو بيسموه الهاكر الاخلاق. في حاجات تانية اللي هي ايه? البلاك هات ودور الناس التعبانة الحرمية حرفيا اللي بيدخلوا يسرقوا بيانات واكاونتات الناس. وده اساسا شيء غير قانوني وطبعا ما تعملوش. خلاص? فهي دي الفكرة. طبعا فيه كلام فاضي كده بيقولك اللي همه الجرين هات اللي همه بين الده وده وده كلام فاضي. فكك من الكلام الفاضي ده احنا مش عايزين هو جاعد بغنبيه. طيب. المجال ده بيحتاج ايه بقى? المجال ده بيحتاج منك كزا حاجة وراء بعض. لازم تكون عارفهم عارفهم بشكل محترم عشان تقدر ايه? تدخلوا. ايه اول حاجة في الموضوع ده? اول حاجة ايه اللي بويندوز? ده محتاج الناس. بس ده اول نقطة. ده مش محتاج خالص ان انت هتتعامل على الويندوز تاني. لان ليه بقى? ليه لينكس اصلا? اولا لينكس افضل في الحاجات دي? لينكس افضل في كل حاجة. بس في الحاجات دي بالذات افضل ولينكس عندها ادوات كتير بتسهلك الموضوع. ومايكروسوفت مش هتسمح لك تعمل الموضوع ده سواء في الويندوز او ابل في الماك. ما حدش هيسمح لك تعمل الموضوع ده. فاول حاجة انك تتعلم لينكس. فاول حاجة احنا اعملها ان احنا نتعلم كورس اساسيات لينكس. تعلم لينكس ببساطة. افهم ايه هي لينكس. اتغل ازاي? تتعود عليها. مش لينكس كسطح مكتب. عشان برضا ابقى واضح معاك لينكس كتيرمينل. اوامر اللينكس بتتعامل ازاي? كده كده ان او اعمل لك كورس عن الموضوع ده قريب بس مش موضوعنا يعني. فسواء مني او من غيري اتعلم اساسيات اللينكس. خلاص? انت خرص رجل دلوقتي بيتفاهم لينكس وعرف تتعامل بيكواتس. تمام? ميشي. دي خطوة اول. تاني حاجة اتعلم النيتوركينج او الشبكات. لازم تبقى فاهم برضو ايه فكرة الشبكات والنيتوركينج والكلام ده كله. ده جزء معاقت شوية. لو انت هتتعلمه بس مش هيخد منك وقت كتير. فلازم تبقى فاهم مش يعني تبقى فاهم برضو من الاساسيات مش لازم جزء المعقد قوي. تبقى فاهم ايه هو الاي بي وايه فكرة الشبكات. لان انت اساسا لما هتعمل هاكنج او هتأمن سيرفرات او الكلام ده هتتعامل بالطريقة دي. تمام? فانا هتعلمت ادري اول حاجة لينكس. ثاني حاجة اتعلمت نيتوركينج او شبكات. ثالت حاجة. هتتعلم برضو لينكس لكن لينكس كسيرفر. خلاص? يعني هتبدأ تفهم الحاجات المتقدمة في لينكس. متقدمة قوي برضه عشان ابقى صريح معاك. يعني عادي ممكن تاخد سيرفر ببلاش او لونود او اي حاجة وتتعلم به الجزء ده. لان انت هتحتاج جزء السيرفرات ده طول ما انت ماشي. خويس جدا اللي احنا قلناه لحد دلوقتي. بعد كده الجزء اللي بعد كده في التعليم بتبدأ تتعلم لغة برمجة. طبعا في الحالة دي انا صحق جدا ببايسون. بايسون رهيبة في الموضوع ده. خويس? فلازم تتعلم اللغة قبل ما تطبق بالايه بالأدوات بتاعتها. فيه ناس بتطبق بالأدوات من غير ما كل فاهمة لينكس ولا حاجة. ودول بيسمهم الكتي سكريبت. ده هم ايه قطط السكريبتات. ودول ناس احنا بنتريق عليهم ليل ونهار. وعليهم نمزع لنت بالهبل. طب الناس دي ايه حكاياتها? اصلا. الكتي سكريبت دول دول ناس مش فاهم ايه حاجة. دول الناس بيداخد الاسكريبت وتطبقوا. وفعالين هم بيقزوا نفسهم اكتر بكتير من الشخص اللي بيحاولوا يقزوه. فبيقى الموضوع بصراحة شكله يدحى كبه. في المهم انت فهمت كل الاساسيات دي? انا خلي بارك انا ده كل ما جبت في سير كالي لينكس. صح? انا قلت لينكس عادي. واستحسن تبدأ بقى ابونتو مثلا. عشان بس ايه المعلامات اللي منتشرة على النت? كلها كلام فاضي. وكلها كليك بيد عشان انت تدوس على الفيديو. وايه? وهو ياخد مشاهدات. لأ. انا بقول لك الصح. ولا المفروض تعمل. خلاص تعلمنا الحاجتين اللي انا قتلك عليهم دول. خلاص تمام. احنا زي الفورد. يجي بعد كده ايه? خلاص احنا تعلمنا لينكس. وتعلمنا نتوركينج. وتعلمنا بايثون. والدنيا تمام. نبدأ بقى ايه? ناخد فكرة عن جيتهب. لان معظم مشاريع اللي هي الحاجات اللي من النهو ده او اللي نستخدمها تبقى على الجيتهب. اتعلم الجيتهب برضو معاك في الطريق وتعلم ازاي تقدر ان انت تنزل البروشيك. طبعا جيتهب مش لغة برمجة يعني موضوع بسيط اصلا. مش ياخد منك وقت كتير لو انت اتعلمت الحاجات اللي فاتت. المهم بتبقى فاهم جيتهب وفاهم ازاي تقدر تدور فيه وتوصل للمشايا اللي انت عايزها. وطبعا يلزمك مهارة اساسية. بسموها الجوجل. انا مش بهزر. ايه فكرة مهارة الجوجل. تبقى فاهم ازاي تقدر تبحث. تدور. تعرف دي. تعرف دي. تجرب ده. تدور على المعلومة في الموقع ده. في المقال الفلاني وهكذا. لازم برضو تبقى سريع في الموضوع ده. وفعليا هكتسبت المهارة دي. لو انت ايه ماشي معي بنفس الباس او الطريق اللي انا شرحت لك قبل كده. خلاص احنا كده اتعلمنا كل الحاجات دي. او اتعلمناها. نبدأ بعد كده نجرب ادواته بسيطة. برضو طب هنجرب الادوات دي فين? على كال لينكس? لا برضو ما جبتش في سريع كال لينكس لحد دلوقتي. برضو هنجرب نفس الادوات على اوبونتو. طب ليه على اوبونتو? هقول لك انا بعدين ليه على اوبونتو. وهشرح لك ايه هي كال لينكس دلوقتي. كال لينكس هي عبارة عن توزيع من توزيعات لينكس. تمام? زي اي توزيع احنا شفناها قبل كده. طب انا عايز افهيمك برضو توزيعات لانكس من رجل مش فاهد. عارف عاملة زي ايه? عارف لما بيكون في نظام الاندرويد او مثلا في نسخة الان في دي اي او في اي برنامج انت بتستخدمه. مش في شخص بيدي لك ادوات كتير تبدأ بيها. اهم قصدي? يعني افترض دلوقتي ده ده نظام اندرويد. في اندرويد خام. وده افضل حاجة للناس اللي فاهنا. طيب في اندرويد بقى يقول لك ايه? انا جايب لك الفيسبوك والواتساب والمسنجر متسبتين اساسي. طب انت ما ينفعش تدخل على المتجر بتسببتهم ينفع عادي ولا اي فرق اساسي. فهي دي الفكرة. زي مسلا ممكن يجي لك تطبيقات حاجات معينة متسبتة وايادات معينة معمولة في التليفون عشان انت مسلا مش تبقى فاهمة اوي. فتستخدمها. هي نفس الفكرة في كل لينيكس. كل لينيكس هي عبارة عن توزيع عادية جايب حاجات جميلة جدا وادوات جاهزة عشان تقدر تستخدمها في ايه في الهاكينج. هي كل الموضوع ما فيه او طبعا في الامن السبراني. انا لما اقول حاجة اربطها بالتاني. فالفكرة كلها درويتي كالي لينيكس جاية فيها الحاجات دي جاهزة. هتساعدك او هتساعدك كتير في ان الحاجة دي موجودة. تمام? هي بالزبط بالنسبة للشباب اللي بيطابعوا القناة هنا هي بالزبط عاملة شبه منتج بتيجي تاخد نسخة كاملة من اشرف هلال ولا من سليمان القصيمي فدي نسخة كاملة. فيها فوكاليزر اكس وفيها كابلة وفيها اضافة الريموت ومتزبطة ومترتبة والكلام ده كله. هل انت ما يفعش تبني نسخة انفيدي ايه? لا ينفع. انا فعليا بنت نسخ انفيدي ايه هنا في القناة قدامك. ووريتك ازاي تعمل نسختك الخاصة من الصفر. في ان انت تحمل الانفيدي اصلا وتعمل كل حاجة. طيب النسخ الجاهزة بتسهل عليك الاستخدام او بتسهل. لكن النسخ اللي بتعملها بايدك افضل. افضل في ايه بقى يا بوحميد. طيب انت رسل ايه اللي ناية بتسهل? او بتسهل انا معاك. ما قلتش لا. لكن النسخ اللي انا بترك عليها دي اهم ميزة فيها اللي انت بتبنيها بايدك ان اك بتبقى فاهم. انا عايزك تستخدم الادوات دي الاول على اوبونتو. مسلا. او على الينكس منت. الينكس منت مسلا للناس لو انت هستخدم ديسك توب فهيبقى اسهل بالنسبة لك كتير لان هي شبه الويندوز قوي. هي مثلا ستارت تحت على الشمال شبه ويندوز تين. هي شبه ويندوز تين قوي يعني. فمش هتحس ان انت ايه في مكان غريب. المهم مش موضوع ما. فالفكرة كلها دلوقتي انت لما تطبق او تشوف طريق تثبيت الادوات دي. الطريقة بتاعت اوبونتو. هتلاقي اوبونتو بيقولك مثلا ايه. لا ضيف لي مثلا. ساعتها تبقى فاهم الكلام اللي انا بقوله يعني. والله اوبونتو بتقولك انا عندي في السيرفرات بتاعت ديبيان مثلا لان اوبونتو مبنيه على ديبيان. فعندي في سيرفرات ديبيان المكتب دي مش موجود. معلش يضفها لي اصلا. ضيف لاستخدام المكتبات. فانت هتبقى اتعلم تسيطي اضيف استخدام المكتبات. طب معلش المكتبة دي هتبقى او مكتبات تانية تثبتها. مفيش مشكلة. وساعت هتبقى فكرة انك هتبني الباكتش او هتثبت الباكتش بطريقة اصعب ده هيعلمك ويفاهمك. وتبدأ بعد كده تختبر الحاجات دي. طيب انا اتعلمت ده. طب ابدأ اكسب منه فلوس ازاي بقى. بقى. في طرق طبعا انك تقدر تكسب فلوس من الموضوع ده بشكل كويس وقانوني مية المية. ريدت مثلا بيبقى عاملين حاجة اسمها هاكر مارثن. دي تبقى موجودة على طول. بيبقى عاملين لك ايه. بيقول لك انا هتدي لك وفي هاكر وان. هاكر وان دوت كوم. موقع بيديك الموضوع ده. تقدر بتخش هو بيديك سيرفر بيديك حاجة معينة يقول لك اخترك هالي. اخترك هالي لان هو هو بيبقى دي الادوات دي او الناس. في ناس دفع فلوس للموقع. بتقول له ايه انا عندي سيرفر ده. عايز تأكد انه امان. عايز تأكد ان الحاجات دي امان. فالموقع فعليا بيستخدمك انت فالنقطة دي هو سيت. فبيقول لك ايه خد السيرفر ده اختركه لي. تمام? ولو لقيت فيه مشكلة لو قارفته تختاركه اكتب لي ايه ريبورت او تقرير كامل عن الموضوع. تمام? ساعت هتكتب التقرير وترفعه للموقع. الناس اللي في الموقع المهندسين يفحصوا الكلام اللي انت قلته. لو الكلام ده صح يديك فلوس. تمام? لو الكلام ده غلط مش هتاخد حاجة طبعا لانك هتبقى بتهبت. او طبع لو انت قلت انه مفيش حاجة برضو هتاخد فلوس. برضو نفس الفكرة زي ما قلت لك فريدت انك لو عملت نفس الموضوع هتاخد فلوس برضو. الفكرة دي منتشر في اماكن كتير. فزي ما تشايف انت دارتي عملت ايه? اشتغلت بيسموها هاكينج تست. انت اشتغلت في ان انت تشوف زيت هاكر او الموضوع ده خلق هو قابل للتحكير ولا لأ? لان هو حاولك على مقولة الهالي واحد حكيم جدا. في مجال البرمجة يعني. مهندس كبير. فكان بيقول ان الامان او safe it's not a destination. it's a journey. يعني ايه الكلام ده? بيقول لك safe is not a destination. it's a journey. يعني الامان او ان انت توصل للامان او الاستخدام الامن ده مش محطة وصول. انت مش هتوصل لده اصلا. هو رحلة. رحلة طول عمرك ماشي فيها. تبقى اامن شوية تبقى اامن اكتر تبقى غير قبل للاختراك بالنسبة كبيرة لكن مستحيل تبقى 100% كويس كده احنا كويس وصلنا نقطة مهند. فهي دي الكل اللي انت محتاجه. وبعد كده بقى خلاص انت فهمت التفاصيل اللي اترك عليها دي. تبدأ تدخل على كالي لينكس. ثبت كالي لينكس واستخدمها. هتسهل عليك كتير. هي بتسهل عليك كتير وبتسهل على غير كتير وهتسهل عليك انت. فيها ادوات كتير فيها حاجات امان اصلا جاي منها بنفسها. عشان تسهل حياتك في المجال ده. خلاص? فحنا استخدمنا كالي لينكس امتى? اخر خطوة خالص. لما تعلمنا وتأسسنا وفهمنا وبقى اننا ناس كويسة وشطرة في المجال. استخدمنا بقى ايه الادوات اللي تساعدنا. قبلك انت? زي ما انت دلوقتي ممكن تساعد حاجة زي جيت هاب كو بايلوت اللي بتساعدك في كتابة الكود. مفيش مشكلة. لكن لما تكون راجل فاهم واي وعرفت انت تعلمت ايه. لكن من غير ما تتعلم انت فعليا بتخبط في نفسك. ده المجال او دي الفكرة اللي انت تقدر تتعلمه. انا فعليا لو اخدت بالك انا ماشي في الباز ده لان في ناس كتير طلبت مني الموضوع ده. فلو اخدت بالك انا شرحت بايثون وبجاهز كورس لينكس. وداخل على الشبكات. احول برضو ان انا قدمك ده ده وهكلم عن جزء الامان اصلا في لينكس ازاي تأمن سيرفراتك والحاجات دي كمان. فالفكرة كلها انا بحية للناس اللي عايزة تتعلم المجال ده. طب هل المجال ده لازم ادخله بينك هو لازم? لو مش عشان تشتغل فيه عشان تحمي نفسك. ان انا دلوقتي عملت موقع معين فانا لازم نبقى فاهم. لما ارفعه على سيرفر لينكس لها طب هحميه ازاي? فلازم نبقى فاهم هحميه ازاي? لازم افهم همنع الهاكرز الزفت دول من هما يوصلوا البيانات المستخدمين عندي ازاي? تفهم قصدي? فده مجال لما تبقى مبرمج متقدم لازم تتعلمه. لازم. مش بقول تبقى محترف فيه. بس لازم تبقى فاهم فيه. او طبعا لو انت مش هتبقى فاهم فيه. تبقى شغال في شركة كبيرة معينا مهندسين يشتغل في الموضوع ده. لكن لو هتشتغل منك لنفسك. ومش هامل حاجات دي انت هتزعل. وهتجيب الناس تزعل. فهمت انت الموضوع? بس. فده كان كل حاجة من الموضوع. لو عندك ايس قراء وقت راحات لو سمحت اسبهم لي في التعليقات. يلا مش عايز اطول عليك. كان معك احمد سامي. سلام عليكم.